ولسه مكملين معايكو عيش سعيد والنهاردة يا جماعة احنا متواصلين زيادة جدا بالطلبة طبعا حبايبنا اللي لسه مخلصين سنوية عامة ودخلين بقى الجامعة ودخلين لحياة جزيرة ودخلين بقى يشوفوا او يكتشفوا بقى ايه اللي جاي من حياتهم في الفترة اللي جاية طبعا يعني خلصنا يا دوب من السنوية العامة طاقة البيت ساعات ما بتبقاش احسن حاجة في الدنيا في بيوت بتعرف الحمد لله تتخلص من الطاقة السلبية جدا وانه هي تعمل مود لذيذ وطاقة ايجابية في البيت في بيوت تانية ما بتعرفش تعمل ده والاهالي بتكون متوترة جدا والطلبة كمان بيكونوا متوترين في ده بيشحن زي طاقات سلبية في البيت خلاص خلصنا سنوية عامة هيدين شوية ندخل بقى على مرحلة التنسيق وهندخل ايه طب مجموعي جاب ايه طب التنسيق الجغرافي بتاعي جاب لي حاجة انا ما كنتش عايزها ولا كنت مخطط لها فترجع من تانية طاقة السلبية في البيت وبنبقى في حالة من الكل اللي مشحونين كل واحد مش قادر وكل واحد متوتر وخايفين والاهالي للأسف ساعات جدا جدا بتكون مشحونة وبتكون خايفة ومش بتعرف تطمن ولادها لا بالعكس دي بتخليهم يتوتروا اكتر هنتكلم نهارده عن موضوع مهم جدا وهي ازاي نحافظ على الطاقة الايجابية في البيت وازاي نخلي البيت في حالة فرح ومرحة احنا يا جماعة برضو خلصنا سنوية عامة ودخلين على الجامعة دخلين على فترة رزيزة على حاجة فيها سعادة دخلين على حتى طريق جديد بفروض نكون مستبشرين خير بالموضوع ده هنتكلم على ازاي نتخلص من طاقة السلبية في البيت ويبقى للبيت كده جو هادي نقدر نهيئ فيه ولدنا ان هوم يستقبلوا سنة جديدة منورانا نهارده خبير تعلم الطاقة الدكتورة الرباب الششتاوي ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام منورة الدنيا مرسي منورانا يا دكتور ومنورة عيش سعيد واحبة الاول قبل اي حاجة كده الناس دايما تستقدم كلمة اصلا انا حاسس بطاقة سلبية في المكان اصلا الشخص ده كده طاقته ايجابية ولزيز ومرح وخفيف بنستقدم الكلام ده واحنا مش عارفين اصلا ده علم وان دي دراسات كتير وفيه حاجة اسمها علم الطاقة فعايزين كده سريعا تفسري للمشاهدين ايه هو علم الطاقة من الاساس مبدئيا الطاقة دي علوم يعني هو مش علم واحد بس هو اساسه حاجة واحدة ان كل حاجة في الدنيا زبزبة لها تردد ولها تلموجي يعني اي حاجة في الدنيا احنا شايفين مثلا اي حاجة صلبة زي مثلا الترابيزة دي احنا شايفينها خشب او حديد حد ففيه زرات زرات دي بتتهز بدل بتتهز يبقى لها تردد وبالتالي لها تلموجي وبالتالي لها طاقة اي حاجة في الدنيا كده بقى صوتي نفس الفكرة جسمي نفس الفكرة الكلام اللي بقوله نفس الفكرة أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم فقط صوتهم موجودة. وكانوا في انجلترا بيحاولوا يحطوا أجهزة في الأصول القديمة تستجمع فقط الصوت اللي كانوا بيقولوها من مئات السنين. يشوفوهم كانوا بيقولوا ايه؟ متحيلة ما هم بيتكلموا كانوا بيتكلموا مثلا إحنا بعد ما نتكلم ونقوم. فإحنا صوتنا ده طقة صوتية راحت فين؟ اختزنت في المكان. فهما الجنبة بيفكروا ان هما يستردوها تاني حسب قانون بقاء الطاقة. اللي بيدرسوه الطلبة في 3 عدادي. الطاقة لا تفنى ما بتختفيش. طبعا. ما بتختفيش. فهما بيحاولوا ان هما يستردوها. فالطاقة دي علوم دي حاجات كتير. حاجة كبيرة جدا. طبعا احنا يعتبر دلوقتي هنحاول نتكلم عن طاقة الاماكن شوي. لان احنا بنتكلم عن فكرة هما طالبة في البيت في سراعات كتير في حالة من التوتر. الاهالي متوترة كمان. الطالبة بتكون متوترة مش عارفين هما عايزين ايه. فازاي هيا البيت ديكون مهما في سراعات وفي تفكير كتير وفي توتر. طاقة البيت تبقى حلوة مريحة. ادخل البيت كده سعب من ادخل بيوت نلاقي ايه ده. انا قلبي تقابض سبحان الله مش مرتاح. وتدخلي بيوت تانية تحس ننسي ايه ده الله. البيت طاقته حلوة. فازاي نهاية بيتنا تكون طاقته جميلة. هما ابدأ ايه البيت بياخد طاقة من الناس اللي فيه. حلوة. لان الكائن البشري دي دوت وكلامه وطريقته ولايف ستايل بتاعد اعلى طاقة. اوكي. فانا البيت بياخد طاقة مني. فانا لازم اكون انا ايجابية. دي اول حاجة. تاني حاجة ان فيه حاجات بتجدد طاقة المكان. يعني ان انا بيت يبقاش زحمة. ما يبقاش مكركب. ان انا لازم افتحه الصبح بدري. عشان اخد طاقة النهار السعيد. النهار الجديد يبقى نهار حلوة. لازم اصحى الصبح افتح. اخد الاستباحة كده. اخد الاستباحة. جميل قوي لما نام افتح الشيش. ليه انا ما افتح الشيش. انا اصحى فتح يناي على النور ربنا. اوكي. فابتدي اخد طاقة الن النهار. الفجر الجديد وهو جاي. فده بيشرح السدر. يعني حتى لو ما قدرتش اقوم. لو انا حتى شفت الفجر جاي. قمت كده وقلت هقفل الشيش ونام تاني. فانا على الاقل شميت هوا نظيف. شفت نور ربنا الصبح. فده بيشرح فعلا سدري. وبيدخل طاقة جديدة في المكان. ان انا كل شوية اغير النظام بتاع البيت. فانا بيحصل سريان في الطاقة. في متبقاش الطاقة رق ده كده. اوكي. ان انا اهوي. ان انا اخلي الشمس تدخل. طاقة الشمس طاقة كوي سجدك. طبعا. ان انا استخدم الوان. بلاش الحاجات الغوامق في البيت. مش لطيفة. الغوامق مش حلوة. الاسود مش لون. الناس فهموا غلط ان الاسود لون. الاسود اصلا علميا مش لون. الاسود خد كل حاجة وما تدكيش حاجة. لانه بيمتص كل الالوان. صح. فانا كده في العلوم. فالاسود مش لون. فبلاش الحاجات الغنقة. حتى بتكلم. اه اه. مش لطيفة. تبقى الوان. تبقى ظهور. تبقى حاجات لطيفة. شكرا